السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اذا في الحصة نحن نشوف كيفية حساب الدوال الاصلية لمجموعة من الدوال اذا نبدأ بالدالة الاولى اذا بالنسبة للجدول للدوال الاصلية فحتكم تكونوا ضبطينها مزيان لانا الى كنتوا مضبطينش للجدول للتحويل فصعيب انكم تتلقاوا الدل الاصلية ولا تتلقاوا مشكل كبيرة في حساب الدوال الاصلية نبدأ بوحد الصيغة لدينا الدل الاصلية كف هي كف اذا سوف نلقاوا بد الدل الاصلية ديال اف للا اكس اف للا اكس مكتوب على شكل مجموعة من الدوال دلا زائد دلا زائد دلا اذا سوف نلقا الدل الاصلية ديال كل دل اذا لدينا خمسة اكس وصربعة اذا اذا هو خمسة هو احدد퍼 اكس وصربعة 98 دلا الاصلية ديال كس افس ار هي واحدة على ار سائد واحد اكس افس ار وسائد واحد اذا هي اخ صربآ زائد واحد على اربعات سادي ذائد واحد زائد ثلاثة الدالة الأصلية ديال x إذا قد نتبقى لنفس الفكرة x plus 1 إذا هي x plus 1 زائد 1 1 زائد 1 زائد العدد 1 الدالة الأصلية ديال العدد الثابت هي 0 إذا الدالة الأصلية ديال 1 ديال A هي A x زائد C إذا الدالة الأصلية ديال 1 هي 1x ودائما في الدالة الأصلية نضيف 1 لعدد ثابت لهو سيول لك أو لأي عدد ثابت أي رمز إذا ديال بغم سطو هذه الكتابة دوك 2 5 4 زائد 1 هي 5 إذا x plus 5 على 5 زائد 3 x plus 2 على 2 زائد x زائد زائد 5 زائد 3 x مربع زائد x زائد عدد c الثانية ف x نقص نقص 1 دل الأصلية ديال 1 على جدر x هي جوج جدر x زائد دل الأصلية ديال cos x دل الأصلية دل الأصلية ديال sin x هي ناقص cos x دل الأصلية ديال ناقص 1 ناقص 1 عدد ثابت أي هي ناقص 1 x دل الأصلية ودائما نضيف واحدة لعدد ثابت في الآخر إذا هذي الدل الأصلية للدل f دو x نمر الآن الدل الثالثة ف x دل الأصلية دل الأصلية دل الأصلية واضحة ولكن دل الأصلية x cos x سوف نحاول نقص بعض الصياغ التي يمكن أن نستخدمها سوف نستخدم هذه الصيغة ف دل الأصلية التعبير الذي يكون مكتوبة لهذه الشكل وهو u v' زائد v' هو u إذا كنت تذكر في الشقاق الشقاق هي الجودة أدلتين نستخدمه بهذه الشكل و u v' زائد إذن نقص نلقى التعبير هذا باش نلقى سهل هناك يبال لكم x إذن هناك كان لدينا واحد الذي نستخدم نستخدم x' x' يعطيني واحد إذن sin x زائد x بالنسبة cos cos إذن الشقاق sin x كما نعرفك يعطيني cos x إذن سنعود cos x sin x' x' إذن إذن هذه التعبير كتبسوا لهذه الشكل u v' زائد v u' وبالتالي كنت نكتب الدلة الأصلية لهذه التعبير وهذه كتبسوا لدينا sin x 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 y x y x x x x الضالة الأصلية لتعبير هذا استيغال الاشتقاق هي UN زائد 1 ولكن نجد أن نلقاها التعبير هذا إذا عدنا تعبير اس 3 إذا قدرت الاشتقاق لهذا جوج اكس ناقص 1 ماذا تعطينا؟ إذا هي الاشتقاق جوج اكس أي هي جوج والاشتقاق ناقص 1 هي صفر إذا قدرت عدنا العدد إثنان إذا أول حاجة نضيف ذلك الجوج نضرف واحدة إلى جوج إذا واحدة إلى جوج في جوج هي واحد إذا جوج اكس ناقص واحد إذا هي واحدة إلى جوج إذا جوج كيف يمكن أن نعودها باش؟ كيف يمكن أن نعودها بجوج اكس ناقص واحد ببريم إذا قدرت الشقاق لهذا التعبير سأعطينا العدد جوج إذا الهدف هو نلقى التعبير بحال هذا نلقى U' U' إذا أنا لقيت هذا التعبير نطبق العلاقة نكتب XF كبيرة إذا هذه ما سنستعملها إذا هي واحدة إلى جوج إذا هي U' U' وثلاثة إذا الأصلية ديالها هي جوج إكس ناقص واحد وثلاثة زائد واحد على ثلاثة زائد واحد زائد واحد ثابتة إذا واحدة إلى جوج جوج إكس ناقص واحد بس ربعة على ربعة زائد واحد ثابتة هدنا واحدة إلى جوج في ربعة هي واحدة إلى ثمانية بسطور كتابة جوج إكس ناقص واحد بس أربعة زائد العدد الصي الآن آخر مثال فل إكس تساوي إكس على إكس كاري ناقص واحد لكل وكاري شخص ربما يكون عدد الصغة للشقاق بسطور شخص مطلع إذا الأصلية هي فلاصة لكثرة التي تتكون كتبت على شكل مطلع على إكس كاري هي ناقص واحد على أدخل أول شخص إذا أدخل أدخل حلقة ننفع أدخل حلقة هذه أو يمكننا أن نفع إذا لو وضعنا هذه هيئة ودعنا لها الشقاق شنو غاد يلقى الشقاق ديال إكس كاري هو جوج إكس والشقاق ديال ناقص واحد هو السفر إذا جوج إكس أنا عندي هنا إكس إذا كين كلي نضرب في واحدة لها جوج في البسط يعني كنضرب جوج في البسط أو في المقام إذا إكس كاري ناقص واحد هو كاري إذن واحدة ل الجوج هذه الجوج إكس كنعودها بإكس كاري ناقص واحد بريم إذا إكس كاري ناقص واحد بريم والهدف كامل هو ونلقى الصغة تيال إي كاري إذن القيناة الصغيرة هي U' على U' إذن الأصلية U' على U' هي ناقص واحدة إلى U إذن هي واحدة إلى جوج ضربة فاش في ناقص واحد على U و U هي X كاري ناقص واحد إذن ذاك ناقص نشيبها للول إذن هي ناقص واحدة إلى جوج عامل X كاري ناقص واحد ودائما نزيد واحد العدد ثابت عندما بالرخص نتابع هنا رخص نكتب FDLX إذا نحن شو نديره نحاول نبسط الكتابة حتى نوصل لك الصغيرة اللي نقلب عليها ومن بعد نكتب F كبيرة اللي هي الدالة الأصلية تساوي وننصوب العمليات